اشتركوا في القناة 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 التي انا ولدت منها اذا انا غير قابل التحطم لا يمكن اهتزازي وهزي من المواقف الحياة لا يمكن صدمتي لا يمكن انكساري امام ظروف الحياة لان الخامة بتاعتي من الكلمة مولود ليس من زرعة قابل للتحطيم بل من زرعة غير قابل للتحطيم من كلمة الله الحياة هاللويا ده السبب ان ملكك يملك كل الدهوش سلطانك دائم من دور الى دور الى دور الى دور وسيرى ويسمع ويعترف كل اللسان انا يسوع رب هاللويا اشكرك شكرا لك هاللويا نحبك يا بابا نقدرك هاللويا بابا نشكرك من أجل الكلمة الحية شكرا من أجل عمل روح القدس شكرا انك بتبنينا وتصححنا وتعلمنا وتقنعنا من الكلمة شكرا لك شكرا ان روح القدس بيعمل بقوة في حياتنا نسمح لعمله أكثر وأكثر ننفتح له نستقبل الكلمة بكل جوع وعطش شكرا انها قادرة ان تغير وتحدث كل ما تقوله وتنتج نفس النتائج اللي هي بتتكلمها هاللويا شكرا لك في اسم يسوع همين اتعود انك تاخد وقت كافي كل يوم وقت عبادة وشكر وحمد حتى لو كنت بتصلم اجل ظروف حياتك ونشاكل حياتك وده الشيء المفروض انه بياخد جزء عشان تنهي أمر معين لازم تتعامل معه بشدة في بعض الأحيان تقف لموقف بصرامة لكن في نفس الوقت اوعى تنجرف بانك تصلم اجل شيء معين عن انك تنبهر بهذا الاله اتعود انك تكون دايما بترى الروعة بتاعتوه بولس في كرونسوس الاولى حداشر بيقول انا هطلب منكو حاجات وهشوف اذا كنتوا هتعملوها ولا مش هتعملوها وطبيعي في ناس مش هتعمل الحاجة دي عشان راح شاف الجمال في الموقف رغم ان الناس دي مش بتعمل الحاجة دي هو شيء مؤسف هو نفسي يقول اذكرهم بدموع لكن قال الرائع في الموقف ده وهيظهر روعة الناس اللي عيشة بالكلام اذا هو شاف الجمال في الموقف فانت رغم انك ممكن تكون بتشوف اموش متعبة لبعض الناس لكنك تقدر تشوف الجمال الالهي في الموقف ده وهو ما سكتش هو ادى نصايح بشتغل عليهم بتعليم كتابي في الرسالة تشكد تعلم تشوف الأمر ده ده يديرك اكتر بيسقل وبشتغل على تفكيرك انك تبتدي طلقة الأمور الروحية أسرع من الأول هكامل معاكم في الرب قريب السلسلة لبدناها و اللي لسه داخل أو بيسمع الفترة الأخيرة تكلمت عن رحلة العهد القديم و رحلة العهد القديم تشمل قصة الخلاص الخلاص الإلهي هنيجي عند محطات الرب يسوع بعد ما مشينا في محطة آدم وبعد كده قصة نوح وبعد كده أولاد آدم أتلوا أتل في بعض خوفاً من أن المسيّة يأتي منهم بدأ بيس يشتغل بالقتل وبعد كده خلنا على قصة نوح أخ نوخ وبعد كده نوح محطات هامة جداً تشوفها بصورة عابرة علشان تقدر تولم بمفاهيم الكتاب المؤدس وبعد كده خلنا على قصة برج بابل أو متكلمناش فيه المرة دي لكن ده كان له مغزة أنه هو يكون فيه تمرد وفيه تعالي على الله إن حبيت تعمل التوفان دي تاني إحنا هنعرف نتغلب عليه بمكان عالي ففيه تحدي وبعد كده دخلنا على إبراهيم أسحق ويعقوب ما معنى يعقوب بالذات اللي أعيد تسميته قبل كده وضحت إن هو الوحيد النسل الخام اللي ملهوش أولاد تاني هو الوحيد اللي بعد كده منه واتنشر سبت أما إبراهيم فلي اتنين مختلفين في الخط بتاع المسية إسحق لي اتنين مختلف منهم حد عن نسل المسية لكن بعد كده يعقوب هو النسل الخام اللي خرج منه المسية كده كان فيه طول الوقت رحلة من قمع ومحاولة إنجراف شعب إسرائيل بره المشيئة الإلهية ويعبدوا إليها أخرى كان فيه نشاط شيطاني عليهم دايماً أن هما بيحاولوا وكانوا بيخدعوا لي وهم نفسهم كانوا بيتحركوا بقلب قاسي بيستمعوا للأمور دية فبدأوا يعبدوا إليها أخرى أول ما بدأ يحصل كده بدأت الحرب تصير أشرس عليهم لما تيجي تدرس في الكلمة محتاج تفهم معاني كلمات لها مغزة معين الحرب صارت في دانيال الحيوانات اللي شافها كلها وحوش برية في حين الحرب كانت أخف شوية كانت حيوانات بحرية في الأول فبدأ إبليس يشوف أنه مفيش هزيمة لمن بيسلك مع الله فبدأ يزود فيه العيار فبدأ يحاول يقاتل عبر شراسة أكتر فاللي أنت بتشوفه على الأرض الواقعة من ممالك كان لها أساس روحي حقيقي وليس رمزي وده مش موضوعنا دلوقتي ليه كائنات حيائية في عالم الروح روحي شرية لها هذه الأشكال في عالم الروح عالم العين ما إلا إنعكاس العالم الروح فبالتالي الكائنات دية كانت بتتحرك بأوامر من إبليس لمنع المسيا أن يأتي لذلك ونشطب أمر العهد القديم وندخل على العهد الجديد حابب أرى معك بعض الشواهد افتح معي المزموج تمانين عدد واحد لإمام مغنون على السوسن لأساف شهادة لأساف هذا تحت داود تعلم على قدين داود مزموج يا راعي إسرائيل أصغي يا قائد يوسف يا جالس على الكربيم أشرق عدد 13 أو من عدد 12 فلماذا هدمت بدرانها فيقطفها كل عبار الطريق يفسد الخنزير لاحظ دا دا كائن بري مش بحري من الوعر ويرعاها وحش البرية افتح معي أشاية حزق 29 عدد 3 تكلم وقل هكذا قال سيد رب هاند عليك يا فرعون مريك مصر التمساح الكبير الكائنات كانت بحرية التمساح الكبير التمساح الكبير معنى كده بدأ الفولت يعلى ضد من سيأتي من خلالهم المسايا فبدأ يبقى خنزير دانيال وبعد كي بدأ يبقى كل الحيوانات اللي شفناها بعد كده في دانيال معنى كده كده بنقدر نفهم الاستراتيجية الشيطانية انه بيسعى الى توسيع دائرة الحرب لكن صفر المسايا جه عشان كده قول ما لقى ان الدنيا متلجمة في البحر كائن البحر ده واخره منطقة البحر منطقة المية مش هيقدر يعيش برا المية فالوكي انا احاول احارب منطلق اوسع في كائنات تقدر تحارب بصورة في البرية فاوسع الدائرة اكتر فماش اللي شفناه من الممالك كان له اساس روحي حقيقي في عالم الروح وكان بيؤثر على طريق التفكير امه كامله للتعامل مع من سيأتي من خلالهم النسايا من هنا بتفهم ان الموضوع يختص بانه فيه طرق تفكير تختلف ما بين مملكة والتانية والتالتة والربعة اللي عدت على كل الممالك ديه ده يخليك تفهم ليه بالذات روما هي اللي هتكون اعادة اخرى لروما القديمة في نظام الوحش لانه وجد ان روما بالذات تحتوي على نظام نظامين اوكي اللي مش اللي مش فاهم ان انا بقصده دلوقتي اكتاب يتكلم في رؤية سبعتاشر عن ان هيحصل اعادة اخرى للمملكة الرومانية في الفترة بتاعت الوحش خلي بالك رؤية كتب في قبل او في بداية الالفين سنة احنا في نهاية الالفين سنة فهو بيقول له ده اللي هيحصل هيكون فيه نظام روما تاني في الاخر فعلا اللي احنا بنشوفه بداية من الاتحاد الاوروبي في فترة 98 الترتيبات له والتنفيذ له هو وهذا اعادة اخرى لنفس المنطقة دي دعنا نفهم مبدأ مفتاحي هام جدا في موضوع الاخرويات او في موضوع النبوات علوما افتح معي لوين 23 عدد اثنين كلم بان اسرائيل وقل لهم كلم رب موسى كلم بان اسرائيل وقل لهم مواسم رب التي فيها تندون محافل مقدسة هذه هي مواسم لفظ محافل مقدسة لما تجي تبصله في الاصل العبري تقليل تدعين معناه البروفا ما يحدث في الأعياد دية هو ما إلا بروفا للي هيحصل بعد كده وتكرار للي بيحصل بعد كده ريهيرسل تلاقيها في قموس سترونغ ريهيرسل معنى كده يوجد مبدأ في الأعياد وهاج الموضوع الأعياد لوحده لأن رب نفذ أربع أعياد من السبعة بقية ثلاثة وده ليه فصل ليك كلمة لا أحد يعلم اليوم والسعنة ده هو خاص بعيد ده لفظ خاص بالعيد ده مش لفظ عام في المطلق محتاج ترجع للإديومز أو الألفاظ اللي هي خاصة بالشعب فأي حاجة بتشوفها تلاقيها متكررة متكررة مش كل حاجة لكن في بعض الحاجات فتكتشف أن النبوة دي تم تنفيذها مرة واثنين وثلاثة ليه؟ لأنها كانت بروفا وبيقعد تاني النبوات مش معنى كده كل النبوة لازم تنفذ مرة واثنين وثلاثة مش معنى كده إن ده قانون حتمي لكن بمعنى تاني كأنه كونها حدثت ينفع تحصل ده مبدأ مبدأ تاني إبليس بيطرق الباب نفعت إحنا عرفين هو هيعمل إيه؟ هو بيتحرك بجهل بيحاول يطرق الباب فأولي بينجح في حاجة يقول كويس جابت مع البشر نعملها تاني مش كده لفظ محافر مقدسة بتحوي نفس المعنى محافر مقدسة وتحوي إعادة فهي إعادة للسبب أن رب يسوع هو إعادة للإعادة اليهودية واليهود فاهمين كبير جدا أن ده هيحصل مرارا وتكرارا ويطبق في الحياة العملية كمان مش فقط في الإعادة اليهودية للسبب أن دانيال وهو داخل على بقي أربع سنين على إتمام السبعين السنة التي تكلمت عنها قبل كده السنة وليس الأسابيع اللي هو كان حضرها يعني السبعين السنة وهيتنقل من مملكة لمملكة وهو عنده نبوة من إرمية ومن إشاية فكان عارف أن الموضوع ده هيبتدي في الشميتة يعني معناها في سبعية تانية ماينفعش يبقى قبل أو بعد لازم يبدأ في سبعية هكذا الاختطاف هيحصل في الشميتة أي حد يهودي مسياني كان يقبل يسوع يرى هذا الأمر بوضوح جدا يبقى أن الكنيسة تراه عشان كده الأمر اقترب جدا عشان كده إن كان في بعض الأخطاء في التواريخ المسردة على مر الزمن اللي فات لكن فيه أمور بدأت تتضح أن في رينج من السنين نقدر نحصر الفترة بتاعته وده فيه أبعد من كده ده فيه رينج من الشهور تقدر تحصر فيه قد تتعجب لده ليه؟ لإني الأعياد ثابتت الموعيد عشان كده فيه ناس بتفسر أن الرب هيجي في عيد الأبواق بتاع شهر تسعة كما جاء فيه هو ولد في هذا المعيد أوكي هيا فهمك حاجة عشان تبقى فاهم الموضوع فلك نوح كان في نفس المعيد بتعيد الكفارة دخوله جوه الفلك كان في نفس المعيد وبعض الحخمات بيفسروا أن لوت وخروجه من صدوم معمورة كان في نفس المعيد ورب قال كما كان هيكون وزي ما قلت المرة رفت أن دي جاية بالجمع يعني إيه بالجمع؟ يعني نفس الطريقة ونفس الحاسيات ونفس الجو العام اللي حاصل ونفس المفاجأة اللي هتحصل الناس ماشي عادي وبنفس الستايل شكاية جاية بالجمع أوكي في كل المرتين هل رب يعني بيها أن كل تفصيلة تقابلها حاجة مفسرة؟ هذا رجعنا إلى علم تفسير أمثال رب يسوع لكن عشان ما نتسعش فيه برد على الحتة دي رب يسوع نفسه قد محاضرة في الأمثال بتاعته في متة 13 قال مبدأ قال إن ما كنتوش فهمين المثال ده وكيف تفهموا باقي الأمثلة من سنين البعض منكم سمعوا أنا بشرح والجملة المفتاحية دي بمعنى تاني هذا المثال مفتاحي لكل الأمثلة ماذا عن هذا المثال؟ كان يطابق كل حاجة الطيوش لها معنى البزار لها معنى الزار عليه معنى اللي هو الرب البزرة نفسها ليها معنى الأراضي ليها معنى رب فسر كل حتة في المثال لكن بعض الأمثلة بيبقى فيها زي حبكة درامية علشان تطلقت كزي بظبط كده إيه الحياة المعاشة فتقدر تستوعبها لكن في معظم الأمثلة يوجد دروس لأن يوجد قوانين في تفسير الأمثلة بتاعت رب يسوع فهي مبدأ بعض الناس يقولك أنه لا يوجد قصة أو مبدأ واحد تطلع به في المثال بعض الناس يقول أنه لا تقدر تطلع بمعنى واثنين وثلاثة لكن الذي يفصل في هذا الأمر هو النص والخلفية التاريخية يعني مثل الزارع رب ليس أول واحد يضربه الضرب قبلها بمئة عشرين سنة أو بمئة وخمسين سنة فكان مثل قد يقال فهو رب يسوع قاله وشرحه بمنطلقه فهو ما كانش جديد على السامعين لكن رب شرحه بمنطلق بتاعه هذا الكلام موجود في التلموت لذا محتاج تفهم لأن تفهم الأخراويات حاجات كثيرة لها دعوة أوكي أنا ليه جبت قصة الأمثال لأنه فيه لما رب يسوع قال كما كان في أيام نوح لقاء 17 افتح معي من عبد العشرين لما سأله الفلسيون متى يأتي ملكوت الله أجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك لأنها ملكوت الله داخلكم وقال للتلميذ اللي اتنين وقفين رح وجه كلامه وجه وجهه تجاه التلميذ وقال لهم ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدة من أيام ابن الإنسان المتجسد اللي أنا عايشها معاكم دلوقتي هتتمنوا تشوفوها بس قبلها قال جملة ملكوت الله جواكو هو كان بيكلم الفلسيين بلا شك التلميذ سمعيني لكن أوقات رب يسوع قال كلام خاص بالتلميذ بس أوقات قالوا للناس كلها عشان كده دي هنجيلها لوحدها لكن هنا بيتكلم وقال لهم هيجي الوقت تشتهوا تشوفوا الأيام بتاعت ابن الإنسان فهنا لها معنيين معنى أنه هو مش هتشوفوا أيام تجسدي هتشتهوا دوا في نفس بقى هو فيكم لأن كتلسة الكنيسة بتنم وتكبر حتى الأناجيل كتبت بعد نضوغ الناس دي بعد ما فاهموا حاجات كتير عشان كده الأمر مرتبط بتكسيد رب يسوع فقال لهم أيام ابن الإنسان فإذا نحن نستطيع أن نرى أيام ابن الإنسان كامل معي يقول الوعزة كانت قبل متر 24 قبل لوقة 21 قبل مرقص 13 مرقص 13 لوقة 21 متر 24 و 25 كانوا قبل مرب يسوع يصلب بيومين دي قبل مرب يسوع يصلب بأسبوع وي دي قبل أسبوعين فهنا دي وعزة صغيرة عن أواخر الأيام فهنا رب يسوع يقول لهم الستايل اللي هيحصل فيه قال لهم ملكوت الله مش بيجي بالصورة عن الكتة تبقى بتتفرج عليه دي يحصل من جواك رح بصر التلميذ قال لهم هتشتهوا الأيام دي لأنني أساساً الموجودين دولا مش طيقين بالفلسطين فقال لهم هتشتهوني دولا مش هشتهوني انتوا هتشتهوني إلا أنا أكون في وسطيكم لكن قبل هقال ملكوت الله في داخلكم عشان كده تعالوا تكمل معي خلينا نشوف الجمعة اللي رب قاله في الحتة دي ويقولون لكم هو ذا هنا أو هو ذا هناك لا تذهبوا ولا تتبعوا لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء كذلك يكون أيضاً ابن الإنسان في يومهم ولكن يبغي أولاً أن يتألم كثيراً ويرفض من هذا الجيل وكما كان في أيام بالجنب نوح كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويجعون ويغرسون آسف أنا دخلت على لوت كذلك يكون في أيام ابن الإنسان كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفل وجاء الطوفان وأهلك الجميع كذلك أيضاً كما كان في أيام لوت كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون ولكن اليوم شايف؟ في عدد سبعة وعشرين اليوم في عدد تسعة وعشرين اليوم أيام نوح طيب بيقول كما كان في أيام نوح نوح كان قبل دخوله الفلك ما يقابل إحنا قبل خروجنا من الأرض هتقولي نوح كان عايش في الأرض مختطفش نعم لأنه يجب أن يكمل الناس على الأرض لذلك رفع ما شبه كلمة هربازو اللي هي الاختاف لكن إذا كنت عايز تطبقها بالحرف لوت موجود هو جاء بصيرة لوت نفس الفترة اللي فيها القضاء هي نفسه هو هو حسب مراجع قد تكون فيها بعض الأخطاء قصة لوت لكن بعض المراجع الدقيقة قالت إني نفس معاد نوح هو نفس العيد اللي يلي عيد الأبواق اللي هو عيد الاختافة أو اللي هيحصل فيه الاختافة لاحظ إني أول ما خرج لوت الملائكة قالوا ما ينفعش نجمر المدينة غير ما تطلعوا نوح قالوا خذلك فترة كده اسبوع ادخل ورح الرب قفل وراه أول ما قفل وراه نزلت الشلالات من تحت ومن فوق معنى كده اني يوجد حاجة سانة جدا ليست واسعة سيحصل فيها فجأة الأمر والكتاب اللي علمنا أن هما سبع سنين موجودين بعدد الأيام في دانيال وفي رؤيا معنى كده الناس قول ما تبدأ بعد خروج الكنيسة من الأرض تقدر تعد إذن هقدروا يعرفوا اليوم والساعة بعد السبع سنين إذن المقصود بي لا أحد يعلم اليوم والساعة ليس المقصود بي نهاية السبع سنين لأن من أو متى تبتدي بداية السبع سنين تقدر تعرف اليوم والساعة إذن كلمة اليوم والساعة معنى بيها الاختطف عشان كده هنا قال كما كان فيه وزي ما قلت قبل كده هي جاية بالجمع كما كان طرق المناظر اللي شفتوها دي فبدأ يشرح حالة الأرض وحالة النوح وحالة لوط عارفينها من حتة تانية لكن قال إلى أن دخل وإلى أن لوط خرج معنى كده أن فيه حاجة بتحصل مع نوح ومع لوط هي نقطة البداية بتعت سبع سنين الضيقة بالنسبة لي وقال كما كان لما تجد تبص على كمية التواريخ وتطابق الأحداث حتى ميلاد رب يسوع وولد في شهر تسعة نفس المعاد اللي فيه خلق أدم يوجد نسبة خطأ احتمالياً يكون ولد في شهر ثلاثة ناس تقل في شهر تسعة أي أن كان الاتنين لهم دعوة بعيد الفصح في شهر ثلاثة بداية تعييد بعيد الفصح أنه يأخذ شهر وشهر تسعة لأنه فيه ستة شهور القسيين يقولوا عكسها أي إمكان لكن أي إمكان هو يتحرك فيه يا أم عيد الأبواط تولد في شهر تسعة يا أم عيد الفصح في شهر ثلاثة بعد كده بدأ يحصل بعض الاختلافات في التواريخ فبدأت الناس تعيد في شهر ديسمبر وشهر واحد راجع وراي عشان أنا عارف دي ممكن تكون جديدة عن بعض عشان كده وميلاد رب يسوع إذا كان في شهر تسعة وإن صح في شهر تسعة هو معايد خلق أدم حسب الأعراف اليهودية إذا كان في شهر ثلاثة فهو معايد الفصح بتاع رب يسوع نفسه لأنه هو قدم نيابة عننا في شهر ثلاثة واربعة بداية الفصح من بيعمل بالعيد من بداية وليس بنهايته عشان كده تطلق الأحداث أمر مزهل هنيجي الأعياد لوحدها لكن كامل معايا في لوقة سبعتاشر ولكن اليوم الذي فيه خرج عبد التسعة وعشرين لوت من صدوم أمطرة ناراً وكبريتاً من السماء فأهلك الجميع استفسار هل كان ينفع حد يتجوز أو يغرس كره في فترة حرق السدوم وعموره وهي بتتحرق هل ينفع حد في وسط الطوفان يزوج ويتزوج ويبيع ويشتري في فترة ما الشلالات شغالها؟ أوكي هذا معناه أن في سبع سنة ضيقة لا يوجد شيء يسمى أفراح فيه جنازات فقط لأنه قال كانوا يزوجون ويتزوجون حصل إقاف هذا الأمر الذي كان فيه عدد من الأفراح يومياً يتم على مستوى العالم سيتبدل بأعدد أطخم من الجنازات في سبع سنة ضيقة لا ترجع تقول أن في سبع سنة ضيقة الكنيسة ستحضر وأن هنا رب كان يتكلم عن استعداد الناس مثل نوح مثل لوت بعض الناس يفسرونها كده كانوا يزوجون ويتزوجون حصل إقاف لهذا الأمر في ظل الضيقة في حاجات تضرب ربع سكان الأرض كيف الناس تفكر في جواز في الوقت هذا؟ سيحصل إقاف للجواز ويحصل سيطرة من الوحش على أنظمة معينة في العالم وليس كل العالم ومنطقة روما فقط فقط العهد القديم أو فترة آسف أيام رب يسوع نهاية العهد القديم وبداية العهد الجديد خريطة حوض البحر المتوسط فقط لكن بعض البلاد التي ستكون تهرب من تحته كما يتكلم ويضربها ففي الوقت هذا العالم سيكون في حالة من الإضطراب تخيل معي لو شخص بسوق عربية واختطف العربية ستكمل ستسوق تخبط لو شخص مولود للتاني واختطف بسوق طيارة ستقع أن هذه اللحظة ستكون ضخمة على العالم إبليس حاول يحرق الورقة من الآن لا تتعجب في شهر الستة اللي فات خرج بيان أننا يجب أن نعترف بوجود كائنات فضائية لكي يصبق الأحداث لكي يحدث لكي يقول آآآآ هذا حصل هجوم من الكائنات الفضائية على الأرض فيجبوها فين؟ الكائنات الفضائية ليس رب يسوع لإبعاد النظرة عن رب يسوع عشان الناس بتقبل الشيطة لكن في ناس هتبقى فعهم كائنات أول حصل وشكرا في كمية ناس هتقبل ليسوع كتير فكما كان في أيام نوح كما كان في أيام لوط أيام بالجامع يبقى بيحكي عن أيامنا إحنا دلوقتي واليوم هو سبع سنة ضيقة اليوم هتقولي ده بالمفرد هل هو سبع سنة ضيقة؟ نعم هو سبع سنة ضيقة نثقوا أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي او اس لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك، الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر